صار متلازماً مع عبارة المرأة العراقية استحضار صورة المعاناة والمآسي ما بين نازحة ومعتقلة وثكلة وأرملة ومعيلة لأبناء أباتوا بلا أب أو أخ كبير هو واقع اعتادته المرأة العراقية منذ عام 2003 إذ لاقت من ويلات الغزو أياماً سوداء يزداد حلكها في ظل الحكومات المتعاقبة وفي عصر البليشات التي دمرت قيم المجتمع ومزقت نسيجه الاجتماعي أشكال معاناة العراقية تتنوع وتتعدد مصادرها الفقر والواقع الأمني هما أكبر تحديين يواجهانها حيث ازدادت نسبة الطلاق بشكل كبير وارتفع عدد الأرامل اللواتي فقدنا أزواجهن نتيجة الظروف الأمنية إضافة إلى تعرضهن للقمع والاغتيال ونظمات دولية كهيوم الرايس وواتش والعفو الدولية أكدت أن النساء في العراق يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف وأكدت دراسة لوزارة التخطيط أن 36% على الأقل من النساء المتزوجات تعرضن لشكل من أشكال الإذاء النفسي و23% منهن تعرضن لسوء المعاملة اللفظية الأمم المتحدة بدورها أكدت أن مخاطر العنف ضد النساء والأطفال في العراق لا يزال قائما لا سيما في مناطق النزوح وذلك يتفق مع ما أكدته منظمة العفو الدولية بقولها إن السلطات الحكومية تمارس عقابا جماعيا على الأطفال والنساء في العراق مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة أربيل بدورها أكدت أنها سجلت أكثر من 3000 شكوى عنف ضد النساء في عام 2018 فقط بينها شكاوى تتعلق بالإهانة والتعذيب والقتل متغيرات حادة شهدها العراق منذ الغزو تركت آثارا سلبية على المجتمع والعائلة بما فيها المرأة كركن الرئيس حتى دقت المنظمات الدولية ناقص الخطر لكن الشركاء العملية السياسية كلهم آذان صماء